اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة ورحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج تفتح الهيئة وأبوابها ونوافذها لاستقبال رائكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم وجميع ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة بكم إن شاء الله للتواصل معنا على الأرقام ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربع واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة إذن هذه جولة سريعة لي أهم الأخبار بس قبل لا نبتدي أحب أذكركم بأن آخر موعد للتأمين الصحي هو واحد وثلاثين اثناعش الفين وستعش واحد وثلاثين اثناعش الفين وستعش هذا آخر موعد للتأمين الصحي الفترة اللي مددوها لكم لأن نهاية هذه السنة على أساس تأمنون العمالة اللي موجودة عندكم في المنازل هذه العمالة لازم يكون لها تأمين صحي وقلنا شركات التأمين شو هي وأيضا يعني في الحلقات القادمة ما نتكلم أكثر على هذا الموضوع يعني بعد واحد ثلاثين اثناعش بتبتدي مخالفات فيه مخالفات اللي ما رح يأمن رح تكون عليه مخالفة أيضا مستمعين يفتتح معالي أو افتتح حقيقة معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيت الصحة بدبي اليوم يعني ساعة تسعة صباحا معرض همس مي هذا طبعا ضمن فعاليات أسبوع الصحة الإلكترونية بالإمارات في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي في مدينة دبي أيضا مستمعين تزامنا مع اليوم العالمي للتغذية والشهر العالمي للتوعية بصرطان الثدي واللي يصادف شهر أكتوبر من كل عام وتعزيزا لدور الخدمة الاجتماعية في دعم مختلف فئات المجتمع منهم المريضات المتعافيات من مرض الصرطان تنظم شعبة الخدمة الاجتماعية ومكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع بهايت الصحة بدبي اليوم بقرية البوم مبادرة بعنوان إفطار بأنام الوردية في تفعيل هذه المناسبة العالمية وعطاهها طابعي اجتماعي طبعا من هذا المنطلق تم تنظيم هذه المبادرة اجتماعية صحية إفطار بأنام الوردية يعني شيء اللي يطبخون صابعهم وردية ها؟ لا لا أسأل فياكم طبعا هذه الفعالية للعام الثالث للموظفات في هيئات الحكومية بيدبي والمريضات المتعافيات من مرض السرطان نحن نحاول نصلط أيضا على هذا الموضوع من خلال سياق الحلقة كذلك نروح لخبر يقول أشارت دراسة جديدة إلى أن مواد التحلية الصناعية التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية الخالية من السكر اللي يسمونها الدايت تؤثر سلبا على الخصوبة لدى النساء وتقلل من فرص الحمل لديهن وبينت الدراسة التي قام بها بجموعة من الأطباء في ساو باولو في البرازيل خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لطب الإنجاب ونشرت نتائجها في صحيفة التايمس البريطانية أن مواد التحلية أن مواد التحلية هذه تؤثر على البويضات لدى النساء وتقلل من الخصوبة وهذا ما يدفع بالطباء إلى التوصية بالتقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على هذه المواد المحلية خصوصا لدى الحوامل من النساء وللتوصل إلى هذه النتيجة درس الأطباع عادات الشرب لدى 524 سيدة يخضعنا لعلاج التلقيح الصناعي السكر من أجل تحفيزهن على الحمل ووجدوا أن بويضات النساء اللواتي يتناولن المشروبات الخالية طبعا المشكلة أن الشباب كاتبين للخبر ونص الخبر على اليمين ونص على الجسار فالكلام داش في بعض فأنا أحاول أختصر لكم إياه يقول يعني أن نتائج الأبحاث بينت أن على النساء الراغبات في الحمل عن طريق التلقيح الصناعي تخلي عن تناول السكر ومواد التحلية فيما اعتبر باحثون أن احتمال وجود آثار مشابهة للكيمويات يمكن أن تؤثر في خصوبة النساء اللواتي يحاولن الحمل بشكل طبيعي مع أن الأدلة على ذلك لا تزال غير مكتملة وقال رئيس الجمعية الأمريكية لطب الإنجاب أوين ديفيز إن على النساء الراغبات في الحمل عن طريق التلقيح الصناعي تجنب المبيدات الحشرية وتجنب المشروبات الحمية الخالية من السكر من جهة أخرى لفت البروفيسور من جمعية الخصوبة البريطانية والسادة الطب الإنجاب في جامعة ليودز آدم بالن إلى أن المشكلة أبعد من كونها تؤثر على النساء اللواتي يعالجنا بالتلقيح الصناعي إلا أنه من المبكر نصح النساء التخفيف من المشروبات الحمية والسكر إن كنا يرغبنا في الحمل يعني والله اللي يبغي اللي تبغي تحمل ولي ما تبغي تحمل أنا رايي ابعدوا عن هذه المشروبات في كل الأحوال الشهر الأمثل لخسارة الوزن ها اللي يبغي ينزل الوزن يقول يرغب الكثيرين في اتباع حمية غذائية والوصول إلى الوزن المثال بشارة الوسال ممكن لكنهم يجهلون التوقيت الأمثل للبدء به وتعديل نظامهم الغذائي لا داعي للتردد بعد الآن فقد توصل بحث علمي جديد إلى أن شهر تشرين الأول هو الشهر الأنسب والأفضل للبدء بحمية غذائية وفي تفاصيل البحث الذي تناولته صحيفة الاندبندت البريطانية فإن نسبة تغيير الوزن خلال فصل الصيف ضئيلة ولكن في حال اكتساب وزن مفرط في فترة العطلة الصيفية قد استغرق خسارة هذا الوزن ما يقارب الخمسة أشهر وشرح البحث الذي عده مجموعة من البحثين الأمريكيين أنه بعد الشهر تشرين الأول يميل الجسم إلى اكتساب الوزن مع توالي المناسبات والأعياد إلى تناول الأطعمة من دون انتباه أو اكتراف بالحمية نصح أحد البحثين بوضع نظام غذائي منتظم خلال شهرين أيلول وتشرين الأول لتفادي قضاء ثمانية أشهر في محاولة خسارة الوزن المكتساب خلال هذين الشهرين فكلما كانت نسبته أقل كلما كانت خسارته في فترة وجيزة أسهل يا ريال هذا ذكرني أنه مدرب في النادي فهي واحد من الشباب يعني ما شاء الله كرشدة تقول في الشهر الخامس يمكن أو السادس فقال كابتن أنا بغي أضعف قال زين قال بس أنت عندك شهرين قال هذي كم صار لك تربي فيها قال والله ثمان سنوات قال تبغي تشلهم في شهرين ثمان سنوات وانت تربي فيها في شهرين بتشلهم صعب فهذا اللي يسجل في النادي يتحرح مرة بيخسر وزن بس مجرد ما دفع الاشتراك لازم تستتمرن في حمية غذائية في أشياء وايد لازم تسويها عشان تضعف وطبعاً وطبعاً اللي ييه بالسهل يروح بالسهل الأفضل أنك أنت تواضب على الرياضة تحاول قدر الإمكان تخلي الرياضة نمط حياة عندك يعني حاولوا تغتدون بعيسة سبيل ما شاء الله عليه رياضي درجة أودة عموماً اليوم هو اليوم الأخير لشهر سرطان الثدي وطبعاً من ضمن مساعي الهيئة للتعريف بهذا المرض نحن نسلط الضوء خلال الحلقة بعد الفاصل تقريباً على يعني شو الجهود اللي بوذلات وشو هي الخطط اللي مطروحة يعني مكافحة سرطان الثدي وأصلاً شو هو سرطان الثدي نحن تكلمنا يعني من فترة بسيطة لكن بعد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فاصل المستمعين وبعد الفاصل بإذن الله نلتقي بكم أرقام التواصل معنا 600-55-1414 والرسالة نصيها على 400-06 وراجعي لكم بعد الفاصل صحة وسعادة شكراً لكم نزيل حياكم الله معانا مرة ثانية مستمعين الكرام وأهلاً بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تخدم لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مع مؤسسة دبي للإهلام وعبر إذاعتكم المميزة دائماً إذاعة نور دبي قلنا نحن اليوم هو اليوم الأخير لشهر سرطان الثدي وأيضاً من ضمن مساعل هيئة للتعريف بهذا المرض يسعدنا أن نستضيف معانا في الستوديو اللي نتعرف عن يعني سرطان الثدي بشكل مفصل معايا طبعاً دكتورة سعاف حسن غازي استشاري العامة بمستشفى دبي طبعاً دكتورة قالتلي لا تسألني ليش سموني اسعاف فما منسألها ليش سموها اسعاف ها دكتورة ولا تبغي تقولي السالفة لا 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 خلاص ما بدتقولين ما يحتاج ما يحتاج ومعانا أيضاً دكتورة أميمة عبدالكريم استشاري قسم النساء والولادة بمستشفى دبي هلأ شاء الله معانا دكتورة هلأ مرحب فيكم إذن نحن ما نبتدي حوارنا نحن هذا ثاني حوار لنا في هذا الشهر ونحن سعيدين حقيقة بوجودة معانا على مرتين دكتورة بحكم أن هذا الشهر هو شهر سرطان الثدي أو توعية بسرطان الثدي فنرجع نتكلم مرة ثانية يمكن حد من المستمعات ما سمعتنا في الحوار الأول ممكن تسمعنا مرة ثانية عن أمور تخص صحتها فيمكن الجهل بهذا الموضوع وقد يؤدي إلى مضاعفات كثيرة ولكن التوعية قد تقي من أمراض كثيرة في هذا المجال فمن هذا الباب خلينا نتكلم في البداية ما هو سرطان الثدي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله عليه وسلم صحب أسلم الجميع يعتقد أن الورم يقول لك في ورم الورم هو ورم سرطاني خبيث وورم سرطاني حميد وهذه معلومة خاطئة لأن الورم إما يكون سرطاني خبيث أو يكون ورم حميد فما في ورم سرطاني خبيث وورم سرطاني حميد إذا كان حميد ما بسرطان أيوة فما نقول عليه ورم سرطاني حميد لا الورم سرطان يعني سرطان خبيث أو ورم حميد طيب شو هو السرطان السرطان هو عبارة عن هي موجودة أصلا خلايا موجودة في الخلايا الثدي ولكن يطرأ يعني تكون عوامل مؤثرة خارجية أو في الجسم تأثر على الخلية هذه تأثر بالذات على الحنض النووي ما للخلية فيأدي إلى أن الخربطة في انقصام الخلية فتنقسم الخلية انقصام عشوائي غير مرتب فينتج عليها نمو الورم طيب ليش سموه سرطان؟ أنا أسألك ليش سموه سرطان؟ سرطان لأنك مثل القبقوب يعني بصراحة لأنه في حريم وايد سألتهم ليش سموه سرطان؟ يقولوا لأنه خلال فعلا شكله القبقوب الجسم اللي هي الورمة والأذرع هاليدين اللي هي تشعب السرطان فمن شيء يتشبهه بالسرطان وليش سموه خبيث؟ عشان أنه ما يطلع أصلا ما يطلع بالضب يعني يخبث بالضب يعني فجأة تطلع شيء خبيث يعني يخبث عليك سوري فما تقدر تميز إذا هو ورمة فجأة تحصل شيء ضلع فقلت شغلة؟ أنت يوم قلتيني ليش سموه سرطان قلتت مثل القبقوب لأنه يعني فقط البحر قلت أي كلام تي بس تي يعني مو بنا معلومة أنا متأكد منها لا لا بس قلتيني قلت يبقى مثل القبقوب لا 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 فعلا لأنه هو الاسم يعني ولأنه ما عنده حدود سرطان البحر ينمو داخل يعني صحيح والأذرع هي اللي تمشي داخل الثدي طيب الآن أعراض سرطان الثدي كيف يمكن لنا أن نرى هذه الأعراض شو اللي لازم تسوي المرأة؟ حتى الرجل أنا سمعت أنه ممكن يصيبه هذا الموضوع طبعا كيف ممكن تبين المسألة؟ نعم طبعا مثل الحين قلت أنه ريال حتى ينصاب فالأغلبية العظمى أو 90% طبعا الحريم الرجال 5% ممكن يوصل إلى 10% وهذا نتيجة أن الحرمة عندها نسبة الأستروجين زيادة عن الرجل الرجل عندها قدر بسيط جدا فأعراض المرض طبعا ما في أعراض ينلق أنه هذا خلاص هو السرطان لا ممكن في أعراض من يعني من إحاء هالأعراض نحن ممكن نقول أنه ممكن يكون سرطان منها ظهور الورم بس مثل ما قلت ظهور الورم في الثدي 90% من الأورام كلها حميدة 10% إلى 15% فقط هي السرطانية فعشان شي مو بأي واحدة تشوف ورم على طول تروح خلاص عندي سرطان لا والمشكلة أنه معظم الحريم شي تفكر طلع ورم خلاص تعتقد أنه سرطان يوسوس يوسوس فعشان شي نحن نقول ظهور الورم مو معناه هو السرطان إذا ما توسوس مو بحرمة سأله يأجد اكتفر لا هاي الوسوسة يعني هاي سبحان الله والله في ريالة خسعة الحريم هاي بالضبط يعني أعرف ناس ريال وسوس لدرهم صحي ما هو موضوعنا هذا لكن الورم يوم يطلع في الثدي فيطلع فيه أورام معينة إذا كان الورم يعني مدور أملس سطحة أملس يتحرك تحديديك مثل الليمونة فهاي معظمها كتكون أورام حميدة يعني الواحد يرتاح نفسيا لما تحس الحرمة هذا أوكي لكن إذا الورم يعني هو يابس يابس ما يتحرك لما تي تحس تحسه من برع كأنه مثل جبال تضاريس شي محدد فهني ممكن نقلق نقول إنه فيه ورم أوكي فعشان شي نحن مهمتنا لما نروح نسوي التوعية نعرف السيدات كيف ممكن تميز بين الورم أثناء الفحص اليدوي إن هذا ورم أوكي ممكن تستنى عليه ومو مشكلة إنه ورم يعطيها الإحائية إنه هو ورم حميد أو إنه ورم خبيث أو صرطاني من خلال هذه المعاشرة اللي قلت لك عليها إنه يتحرك أو ما يتحرك يابس أو لا سطحة أملس أو معرج هذه بالإضافة لهذا ممكن يكون حوالين الورم في تعرقات أوردة وايد تغير في لون الجلد أخضر ولا أزرق تذير يستوي يعني اللون ممكن إذا ضرب الورم في اليلد يعني كل ما يقرب على اليلد كل ما اللون اليلد يتغير ليش؟ إنه يضغط عليه فيقل الدم يعني طيب نحن دكتورة أميمة يعني إذا ما نتكلم دائما نحن هذه الأعراض وهذه الأشياء لكن المرء يجب عليها أن تفحص طبعا هي من الحاجات المهمة إنه الواحد في الحماية ذات مقسمة لحماية أولية حماية ثانوية حماية علاجية نحن في قسم النساء والولادة لما الحرمة يعني تراجعنا في قسم النساء والولادة بننصحها بأنه بعد كل دورة شهرية تحاول تتحسس السدي حتى لو ما بتراجع في الدائرة ممكن تروح لأي مستشفى خاص تزال الطبيبات كيف تتحسس السدي عشان تتحسس الأورام اللي دكتورة يزعاف وصفتها يعني تتعلم كيف تتحسس إذا حسد بأي ورم أو اشتبهت فيه والأفضل مراجعة أقرب طبيب على أساس أنه تشيك الورم هذا حميد ولا خبيس وبعد ذاك يعني الطبيب بيقدر يفيده أكثر جميل جميل إذن نحن نرخم التواصل معنا مستمعين الكرام على 600551414 وأيضا للرسائل النصية على 4006 طبعا هو مش الورم بس فيه أعراض ثانية منها الإفراز اللي يطلع من الحلمة طبعا الحين الحريم كلها ما يقول إفراز 90% من الحريم عندهم إفرازات ممكن يكون إفراز ماي أبيض مثل الجبن أصفر هذه إفرازات عادية بس الإفراز اللي نخاف منه اللي ممكن نشك فيه اللي هو لما يكون إفراز من الثدي من مكان واحد وإفراز مستمر وبروحه لونه أحمر دم أو لونه مثل الشاي الغامج أو الأخضر الغامج سليماني يعني لا مصري سليماني يقول مصري السنوات السابقة في التعريف بهذا المرض في علاج هذا المرض في مكافحة هذا المرض نعم نحن بدنا التوعية بدناها من 2006-2007 يعني سوينا المرض متى تم اكتشافه أصلا دكتورة في السبعينات؟ المرض هو قديم الأذن قديم قديم جدا نعم بس ما كان في عنا في دول المجلس التعاون أو عنا في الإمارات ما كان معروفيا أنا يعني الحين ما بقول لك كم سنة أنا اشتغل بتقولي الحين هاي عودة لا لا ما شاء الله عليك بكمية التوعية الحين صايرة في الدول الناس صارت تصير البدري للمستشفيات تكتشف المرض تصل التشخيص والعلاك في الوقت المناسب جميل الشيء الثاني أنه استوى في حريم طيب طبيبات أول مكان في طبيبة فالحرمة ممكن يطلع فيها الورام فتستحي ممكن تموت في الورام وحد يدرع عنها بس الحين سبحان الله اللهم لاك الحمد يعني وجود الطبيبات نعم وجود التوعية هذا كلها عوامل جميل دكتورة خلينا ناخذ هذه المداخلة من أبو عبد الله تفضل يا أبو عبد الله يا هلا يا هلا فيك حبينا نصبح عليكم على الدكتورة نصبحك بالنور السر وتفضل دكتورة بس أنا عندي مشكلة في البول يعني يعني يومي نزل الوزن أحس في مادة تطلعوا يا البول مات يفحح تسوي وهذه دوني ما فيك شي يعني بالضبط طيب عبد الله نحن موضوعنا اليوم عن سرطان الثدي لكن المسالك البولية كانت معانا للحلقة من يومين أو ثلاثة أيام تقريبا على هذا الموضوع لكن إن شاء الله ما نسوي حلقة خاصة عن المسالك البولية ما نتكلم فيها وأيضا ما نتكلم عن الجهود اللي سوية الهيئة في هذا المجال فسامحنا يا سيدي أنا بخلي رقمك عندي بعد كذلك في حال أننا فتحنا الموضوع ما نتصل بك حاضرين أول عمرك يا عبد الله طيب دكتورة كانت مداخلة شوي بعيدة عن موضوعنا أنا ستانس قلت ريال بيتكلم عن سرطان الثدي يعني شغلة جميلة يعني ممكن مشاركة مشاركة تحد المستمعين في عنا مصابين على فكرة نحن أن تعالجوا في المستشفى أن تعالجوا في المستشفى سألهم على الماليات وخذوا الكيماء وكل شيء تقريبا حسب ما أتذكر خمسة أو ستة أقص الحرمة إذا سوت العملية الدكتورة في عمليات تجميل ممكن ترجع لهذا الريال نفس الشيء لا بس الريال ما يحتاج ما يحتاج لا ما يحتاج لأنه ما عند في الأصل ثدي يعني عرفت فهي بس مجرد استأصال الورمة الورمة أو لأن الورمة تطلع في ثدي الرجل يعني الثدي الرجل عبالة عن بقايا خفيفة من الدهون يعني فتطلع في هاك الكتلة فإن شاء الأي بسيطة تكون يعني وما عليها مخاطر يعني العملية يعني هل يعني الواحد اللي يسأل يعني هل ممكن أعيش حتى لو يعني سرطان الثدي طبعا يعني الناس تربط أنه لو عندي سرطان بموت لا إذا أنت سويت العلاج التام طبعا الكمان لله تلتعالى بس إذا أنت تتبعت الطرق المعالجة من الألف إلى الياء وخدت الأدوية وخدت الشعر خد كل شيء فا يعني واكتشاف المرض مبكرا يعني مو في الحالات المتأخرة فهني العلاج أنا ما بقول مية بالمية أقول 95 إلى 99% وممكن الإنسان يعيش عادي ويموت في شيء آخر حادث سيارة جلطة لكن السرطان مش هوا يعني سبب الموت يعني في كل الحالات إلا إذا الإنسان تريع على نفسه لين يوصل في المرحلة الأخيرة يعني انتشار المرض في كل جسمه هنا ممكن طيب دكتورة نحن مناخذ فاصل أظني بنطلع على فاصل أوكي طيب قبل أن نطلع على فاصل دكتورة هني بتكلم على موضوع أنه هل هذا أنا يايا على الأمراض النسائية يعني شوي بس مركز على سرطان الثدي بعدين بحول على الأمراض النسائية كلها في هذا المجال لكن سرطان الثدي هل هي عملية وراتية ولا مش وراتية في عنا مداخلة طيب بمحمد ناخذ بمحمد نشوف إن شاء الله مداخلة تخص بموضوعنا اليوم مرحبا أبو محمد السلام عليكم يا هلا يا هلا سيدي الله سعيد تركم على البرنامج يا هلا فيك تفضل يا سيدي أنا أنا سواء أنا في قبل شويانا سمعت أنه والله إذا إذا الوحفت بأي شي تروح تراجع أقرب طبيبة صحيح الآن أنا عن تجربة يعني رحنا لطبيبة والله إهى احتمال في ورمة لكن نحن مش متأكدين أنها صغيرة ووايضة مهم فيعطونا مو يعد عب شهر أو مثلا عقب شهر نقول والله إحنا تعايدوا عقب شهر راجعونا عشان نتأكد هل الورمة تغيرها كلا لا هاي المسافة عفوا المدة الشهر هذي إذا الورمة زادت حتى أتصور أنا حتى المصابة تدخل في مرحلة ثانية يعني يعني مثلا نحن لو رحنا عند الطبيبة من أول مرة اكتشفت إنه هذي ورمات سرطانية مثل ميون في جهاز المومو جرام هذا بمحمد في جهاز العلاج بيتغير يا عفوا ما عليك بس شو فحصتها في جهاز حطتها على جهاز معين صورتها نعم نعم الجهاز المومو جرام المومو جرام ألترسون الصورة لأن كانت عيادة فأنا ما أدري شنو عنها لأنه من سنوات يعني طيب هي ما كانت أكدة فأعطتها بعد شهر بعد شهر الورمة برد لما رحنا للعلاج قالوا والله لو من بداية ما اكتشفت الورمة حتى ما كانت بتحتاج حتى هذه الول لتفتح باب الشيطان بمحمد أنا بس نحن نقول المدة هذه الشهر هذه الشهر هذه يعني الواحد يراقب الورمة هذه بدأ طويلة ولا قصيرة بخبرك الحين أنا بس باختزل سؤال قل لي إذا صح ولا غلط ما نتكلم عن آليات الفحص ومتى يجب على المرأة أن تفحص وما الذي يجب عليها أن تفعله صح هذا الكلام أنا قصدي على المدة يعني الحين نحن حتى الآن للأسف يعني نحن هنا حتى المواعد بعيدة جدا يعني إذا الواحد يضير التحص مثلا خلنا نتكلم عن هيئة الصحة في البيت المواعد يقول لك زحمة وزحمة هذه لا 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 أقرب موعد بمثلاثة شهور أربعة شهور أنا اللي عرفه ثلاثة شهور أربعة شهور هذا عن تجربة يعني حتى عن تجربة ما أدري متى هذه التجربة قبل ثلاث سنوات أربعة سنوات هذا الكلام لأن أنا عن تجارب كثيرة بمحمد عن تجارب كثيرة وعن توفير الأجهزة وعن توفير المتخصصي في هذا المجال ما في داعي توصل للمستشفى أصلا ما في داعي توصل للمستشفى لهذا الموضوع موضوع اللي عرفه تدخل وتأخذ المواعد على طول دايريكتلي أنا هذا اللي أنا عرفه إلا إذا تغير الوضع ما أدري لا أنا نحن مثلا لما متى آخر مرة زرت موعد هذا من السنوات لما نخذ للموعد ووالله زحمة زحمة أقل بموغرام أو شيء لا لا الموموغرام توفر السنة الماضية أعتقد في عيادتين في كل الفيسين أربع عيادات السؤالي أنا المدة حاضر حاضر أبو محمد تريد أن تسألين أي سؤال دكتورك من هو كشف عليها الدكتور أي دكتور من هو الدكتور لا ما نبغي يسألين لا ما أسهم لا يعني تكسو الطبيب عام طبيب استشاري نسو ولادة نسو ولادة نسو ولادة طيب نحن ما نجاوب على أبو محمد دكتور بعد ما نطلع من الفاصل أبو محمد حاضر حاضر بس أطلع فاصل وإن شاء الله بتسمع الجواب زاكرة الله خير يا أبو محمد شكرا على هذه المداخلة فاصل مستمعين ومن واصل صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة في حلقة اليوم نصديف معانا الدكتور أسعاف حسن غازي استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى دبي والدكتورة أميمة عبد الكريم استشاري قسم النساء والولادة بمستشفى دبي نسيت حاجة مهمة وتخصص أمراض الثدي دكتورة يزعاف قالوا له تعال عقب شهر بعد الصور قالوا بعد شهر سار بعد شهر لعدك التطبيب الثاني أو نفس العيادة قالوا والله إذا ييتنا قبل شهر كان موضوع بيكون أحسن في عملية العلاج طبعا الموضوع هذا هي الفترة الزمنية الفترة الزمنية الفترة الزمنية لس سرطان عساس أنه يبين ياخذ من ثلاثة إلى ستة شهور عشاس يبين لك سرطان الآن الأخني سوى تصوير والتصوير نحن في التصوير نقدر نحكم إذا الورمة شكلها سرطاني أو لا ومعظم الأحيان مثل ما قلت أنا تسعين بالمئة ما تكون سرطانية فتكون الورمة في شكل صغير لأنها قال صغير جدا لما تكون فعلا صغيرة جدا يعني أقل من واحد سنتي وبالتصوير يكون فيه شك فيها ممكن ناخذ عينة أو نقول للمريض لا ننتظر نسوي تصوير ثاني ما بين ستة إلى اثنى عشر أسبوع ووراها في هال مدة يتكون تتكون أو تتبلور وتوضح رؤية هذه الورمة الصغيرة فالورمة لما توضح يأما توضح بشكل سرطاني أو توضح بشكل حميد يعني أنتم ما تشوفون إذا هي سرطان ولا لا إلا بعد فترة بس هي ورم هي ورم بس بيّن معظم الأحيان تبيّن بالتصوير بس لما تكون الورمة صغيرة بالمليمترات ممكن يصعب أنك تشوفها يعني واضحة بالتصوير طيب لما قال له خلينا نعيد التصوير بعد شهر مش غلط يعني ما بأنه غلط أن نقول لا لا يعني المريضة عندها يعني نحن دائما عندنا بروتوكول أو قوانين نتبعها واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا المريض شي نسوي شي إذا المريض فهذه المريضة عندها الورمة صغيرة بالمليمترات تسوى لها التصوير والتصوير بيّن أنه ممكن تكون ورمة حميدة فعشان تطلب الدكتور أنه يصورها بعد شهر مع أنه شهر قليل جدا المفروض يصورها بعد 6 إلى 12 أسبوع أساس توضح الرؤية فإنه ممكن السرطان يتفاقم بهالحجم إذا هو بالمليمترات خلال شهر هذه معلومة غير صحيحة لأن الشهر السرطان ينمو يأخذ لوقت بالنمو من ثلاثة إلى ستة شهور وبالنسبة للستاندر المعايير المتبعة أنه بعد شهر 6 أسابيع إلى 12 أسبوع نحن متبعين معايير عالمية يعني مش هي معايير حاجة بخدتها حسب المستشفى فيها نقص ولا كده لا دي معايير عالمية متبعة اللي هي بدراسات أثبتت أنه المفروض من ستة إلى 12 أسبوع لكن ما بنروح بس على حسب ستة أسابيع ممتاز طيب الحين أنا بتكلم مع الدكتورة أميمة شوية في بعض المواضيع اللي تخص الحالات اللي ترد على مستشفى دبي الآن هل المفروض أنها تزور طبيبة نساء وولادة في حال أنه أنه صار عندها شك في هذا الموضوع ولا تروح عند أخصائي أخصائي ثدي هو الأفضل الأفضل الجراحة لكن نحن الحالات اللي بيتمر علينا لأنه الحارين بيفتكروا على حسب مفهوم إنه استدي مربوط بين نساء والولادة لما يجيونا في قسم النساء والولادة يراجعوا عندنا نحن أول خطوة بنعملها لهم نطلب لهم أو في الروتين فولو أب اللي هون إحنا أغلب الحارين اللي بيجوا بعد سنة بعد أربعين بنعملهم الروتين فولو أب بنطلب لهم الماموغرام بنرجعون المراكز الصحية بنطلبوا وندخلوا أولاين وبرجعوا ويعملوا الماموغرام إذا كان أوك الماموغرام اسم الجراحة ممتاز طيب هو بس معلومة للناس يعني أن الناس يسمعونا دايماً أورام الثدي في الشرق الأوسط في أمريكا في إنجلند أورام الثدي كلها تابعة لطبيب الجراحة كلها طيب مو في شرط جراح الثدي للجراح بس هنا طبعاً فيه اللي هو جراح الثدي لكن مثلاً إذا جيت في ألمانيا لا الثدي تابع للنساء والولادة في الأمارات تابع للجراحة طيب أنا بس عن هل هناك حاجة لتلقي العلاج خارج الدولة في هذا المجال لكن خليني آخذ أبو محمد هو نفسه أبو محمد اللي كان معنا أم لا واحد ثاني أبو محمد شايف حالك واحد ثاني يا أخي أنت الأول والثاني طبعاً تفضل يا سيدي يا أهلا يا أبو محمد تفضل أنا صراحة بدي أسأل سؤال يعني بالنسبة الخواتي التنسيين الطبيعات لو حصل إنه إنساني عندها سرطان أو إنساء أو رجل نعم هل سيكون العلاج مجاناً أم هناك فواتير فلوس حتتكوم عليها بمحمد أنت وين ساكن في دبي نعم أنت ساكن في دبي لا أنا ساكن في الشارجة في الشارجة طيب خف صوت الإذاعة بس أنا خف صوت الإذاعة الله يخليك بمحمد الآن أنت ساكن في الشارجة عندك تأمين صحي ولا لا السؤال أنا السؤال أنا ما عندي تأمين صحي أنا عندي بتأمين صحية أنا بسأل سؤال مجرد لا أنا بقول لك ليش تعرف ليش تعرف ليش أبو محمد لأن أبو محمد عشان تكون في الصورة الآن في إمارة دبي لا يوجد أي شخص مع نهاية 2016 ما يملك تأمين صحي وخف لي صوت الإذاعة لأن أنا قاعد أسمع صادة صوتي الله يخليك نزيل فإذا كان هذا سؤالك إن شاء الله بجاوبك عليه لأن الدكتورة مش هي المعنية بالإجابة على هذا السؤال هذا هو السؤال الوحيد ولا عندك شي خصص سرطان نتسادي بعد أبو محمد لا شكرا لحبيبي شكرا لك تسمع الإجابة طيب أنا دكتورة بس سامحيني أنا بجاوب على هذا السؤال لأنه بيحكم أن طبعا شيء إداري وما لهم أطباء هم أطباء ما لهم علاقة بالهذا بس نحن مع نهاية 2016 إذا تابعتني في بداية البرنامج أنا كنت أعلنت عن موضوع التأمين الصحي التأمين الصحي هو آخر موعد للتأمين الصحي هو 31 12 2016 يعني مستحيل أي شخص موجود في إمارة دبي ما يكون عنده تأمين هذا التأمين يوفر للعلاج من ضمنها سرطانات الثدي اللي ممكن تصيب لهذا فأعتقد إجابتي واضحة ما أدري ما عندي إجابة أفضل عن شي فأي حد موجود في دبي يجب عليه أن يكون عنده تأمين وهذا التأمين هو معتمد في الهيئات الآن أنا منستغرب أن ما ضمن مداخلات عندنا للرجال النساء وينهم؟ النساء لأننا غطيناهم ورحنا لهم للدوائر الحكومية فإن كان خلص السلام عليك يا دكتور أنا أعتقد أن الوعي عند النساء شوية ارتفع بشكل كبير الحمد لله طيب الآن عندي مجموعة تأسلة هل تعرض المرأة بصورة مستمرة للموجات الكهرومغناطيسية من أسباب الإصابة بسرطان الثدي هذا عبد الله يسأل سؤال الثاني يقول ولا خلينا نأخذ الإجابة بعد بس السؤال الثاني الكهرومغناطيسية غير عن الرنين المغناطيسي وغير عن الأشعة اللي هي الماموغرام أو الأشعة العادية اللي يأخذها الشخص حتى الأشعة العادية اللي هي الماموغرام أو الأشعة اللي لما تنكسر الريل أو ظهر ناخذ يعني تعتبر بسيطة جدا مقارنة بالأشعة اللي أنت تأخذها مثلا لو سافرت من هني للندن أو يعني فالأشعة بسيطة جدا فأنت لما تتعرض للأشعة تتعرضها لفترة مؤقتة يعني ومرة واحدة في الشهر أو فمو بهاك الأشعة التي تتعرض لها يعني بحيث أن تصيبها يعني هي من الأسباب أم لا إذا من الأسباب إذا يعني كمية كمية كبيرة يعني بالنسبة لأن نحن في قسم النساء والولادة الواحدة حامل ممكن نعرضها لرنين مغرطيسي بدون أثر على الجنين معينه صغير لكن لأنه كمية الرنين الفترة في ساعة التشخيص بسيطة ما متواصلة يعني 24 ساعة لسبوع عندك مثلا المرضى اللي يتعرضون للإشعاع العلاج بالإشعاع الرياديوثرابي الرياديوثرابي هذه ممكن أنه جزء نفسه يكون عرض للإصابة لأنه يتعرض للإشعاع لمدة شهر كامل جميل قبل أن تخلحك فيصل فيصل موجود ويغطينا بعض الفعاليات الخاصة بالهيئة لكن في سؤال يقول هل الورم الحميد ممكن يتحول لخبيث أنا قالولي عندي ورم ليفي ورم ليفي اللي هو الحميد الحميد نعم الورم ليفي حميد 199% خلنا نقول ورم حميد الورم الحميد إذا نحن في أورم ثانية شبيهة ممكن تتحول لكن هذا الورم اللي في الحميد اللي هي اللي نسميها فايبرو أدينوما هذي حميدة وهي لو تقصد الورم اللي في على الرحم برضو حميد برضو نفس الشي حميد 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 طيب خلينا نشوف فيصل بن فارس شو عنده اليوم فيصل شيف حالك يا مرحب بابك هلا يا محمود ونصبح على ديكاترس خيرين هلا مرحب يا مرحب 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 محمود اليوم في عدنا مؤتمر اليوم معالي حميد الخامي رئيس منزل الندارة والمدير العام لآية الصحة في دبي فتح معرض همس مي السادس صباح اليوم في يعني من ضمن أسبوع الصحة الإلكترونية بالإمارات طبعا المؤتمر بيكون في دبي وبوظبي خلال الأسبوع هذا المعلومات في المجال الطبي يعني هناك كثير من الشركات المشاركة في المؤتمر هذا هم يعني هم تقنيين بس في المجال الطبي جميل مؤتمر همس معروف يعني في مجال الصحة نحن موقعين وياهم من 2010 محمود يعني نيون نهني بدلا نحن ما نروح لهم يعني بدلا ما نروح للشركات هذه الهيئة رأت أن تجيب للهيئة أيضا موجودين وأيضا العاملي في القطاع الصحي نعم بشكل عامي يعني ما بالحكومة فقط طيب هذا بالنسبة للمؤتمر همس بالنسبة لأنام الوردية شو عندكم طبعا نحن عقب ما فتح معالية وانتقلنا إلى قرية البوم السياحية هناك أيضا في فعالية هي الأنام الوردية مجموعة من الموظفات اللي كانوا يعانون من طرطان الثدي المتعافين منهم وأيضا ممرضات وأطباء من جميع الدوائر الحكومية هنا في دبي مساوية مسابقة مثل يعني كأفضل وجبة مقدمة فيه لسة من الوردية أنا عندي سؤال بس سؤال الحين هل الأكل كان لونه وردي كان كل شي وردي اللبس المشاركين وردي الأرضيات وردي أو يعني السفر وردية الجو كان وردي يعني فيه كان روح فيه تفاؤل فيه يعني حياة فيه إصرار على أن يتغلبون على يعني هذا المرض جميل جميل فيصل أنا سامحني ما عندي وايد وقت فيصل ودي أكمل معاك في هذا الموضوع وكان ودي أني يستضيف بعد حد موجود الحديث عن عن هذه الفعالية خاصا موضوعنا رئيسي لكن سامحني الوقت شوية ما أخذني في هذه الحلقة إن شاء الله تغطي أخر إن شاء الله في مكان آخر إن شاء الله شكرا لك فيصل دكتورة عندي مجموعة أسئلة هنا هناك يقول هل يمكن لمرأة حامل عمل فحص المامو جرام وهل يمكنها عمل تحت سن الأربعين لو كانوا هناك تاريخ عائلي المرأة الحامل دائما نفضل إن نسوي لها الألترا ساون إذا احتجنا ممكن نسوي الأمرا لأن أقل عرضة لأن يعتمد أن يكون بعد الشهر الرابع إذا قبل الشهر الرابع نعمل تصوير تلفزيوني فقط وتقدر تحسن الأربعين لو كان هناك تاريخ عائلي أفضل شي إن مثلا لو في العائلة حد مصاب بالسرطان في السن الخمسين مثلا ابنت الخالة الخالة الأم يعني من الدرجة الأولى فلازم نسوي الماموغرام قبلها بعشر سنين يعني في السن الخمسة وثلاثين نسوي الماموغرام أبدر من السن اللي كان مصاب فيه أحد العائلة جميل أنا عندي تقريبة ثلاث دقائق دكتورة مشروع الوقت يمشي بسرعة معاكم فناخذ كلمة أخيرة كلمة أخيرة نبتدي بدكتورة وميمة كلمة أخيرة تبغي توجهينا للمستمعين أنا يعني بنصح كل الحريم أنه شهريا بعد كل دورة يحاولوا يتحسسوا السدي لأنه حاجة في متناولهم أنه ممكن تفحص السدي لو حصلت أي كتلة تحت إيدها أقرب طبيب لها في المراكز الصحية راجعوا بيعملوا لها سونار سونار ما مضرة ولا يعني بتكلف إذا كانت كتلة صلبة صلبة كتلة متعرجة هي بتحاول ما تتلمس بأصابع لتتلمس بالباطن لأنه لو تلمست بأصابع لتحس القدد الكتل بتاعت الحليب باطن لأ تستخدم أصبع الثلاثة طرف أصابع لا يعني ما تمسكهم ما تمسك بالأصابع بالإبهام لا بالثلاثة بشكل دائري دائري على أطرف الأصابع بشكل دائري تمسك المكان وتدور يعني بشكل دائري يعني نحن دائما نروح نعلم طريقة الفحص نحن نصور هذا الشيء بعد بنحطه في حساباتنا كيف يتم عملية الفحص كذلك عموما دكتورة أميمة عبد الكريم استشاري قسم النساء والولاد وبنستشفى شكرا تتوجدت معنا وشكرا على توجدت أيضا دكتور أسعاف حسن غازي استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة وتخصص إيش دكتورة استشاري جراحة عامة وتخصص ثدي وتخصص ثدي أمراض الثدي قلستشفى دبي يا تصحب دبي نحن شكري لتتوجدت معنا الدكتورة وإن شاء الله عدو ما نشوفش جسرنا اليائي ما نشوفش يعني باستمرار معنا نريد يعني نحن وظيفتنا كأطباء إفادة المجتمع بعد ذلك يتفضل المرضى يونة بدري قبل ما يصل مراحل متأخرة يوميونكم تقولون تعالوا عقب شهر أنا بس الآخر شيء أقول للمستمعين أنه لابد من الفحص الدوري اللي هو غير اللي تقلمت عليه الدكتورة أميما أنه عند سن الأربعين لازم الحرمة تسوح تسوي الماموغرام عند سن الأربعين ومرة واحدة في السنة لازم تسوي الفحص النساء والولادة اللي هو أحيانا شو لي وما نخلص الحلقة الرمزة تطلع وعيد شكرا لكم دكاترا بس عندي عيسى دا تسمحلي نص دقيقة بس واحد كان نطرش طيب وإذا الشركة رافضة تعمل تأمين للموظف شو الحل في دبي الزامي ويحق لك أنك تشتكي على الشركة ويتم تغريمها بشكل كبير حلقة باتشر إن شاء الله ما نحاول نسويها عن التأمين مستمعين فتابعونا يعني باتشر في الختام شكرا عيسى سبيل شكرا ليا طبانا شكرا لكل من ساهم معنا في هذه الحلقة وشكرا لمداخلاتكم مستمعين ورسائلكم وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي شكرا للمشاهدة